سفيان الثوري وأمثال الذين جعلوا أئمة يتبعون بدلا من أئمة عترة رسول الله صلى الله عليه وآله هذه هي النتيجة وجود هذه الاعتقادات الفاسدة هذه الأعمال الفاسدة صلاتك تصليها بلا بسم الله الرحمن الرحيم وبعد يقول يا شعيب لا ينفع كما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر شوفوا الاعتقادات وين تروح توصلك إلى أن تصلي وراء الفجر وراء الفسقة وراء السفلة وراء الطواغيت تأتم بهم تجعلهم واسطة بينك وبين ربك هو الإمام إمام الجماعة شنو واسطة بينك وبين ربك أنت تأتم بصلاته بحيث أنه يجزي عنك في قراءته في صلاته هذا تخلي أمامك هو اللي يكون واسطة بينك وبين ربك فاجر يقول لا أصلا ما ينفعك إلا تعتقد بهذا الاعتقاد لا ينفع كما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطاني جار أم عدل تصبر إخوان المسلمين ليش ما تصبرون على السيسي قومين الدنيا على السيسي من أول يوم ما استلم سوى انقلاب سلطان جائر صح السيسي سلطان جائر وظيفتكم بحسب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مالكتاب اسمه هذا هذا أصول اعتقاد دينكم والكلام عن سفيان الثوري إمامكم وسفيان الثوري كان حبيب رابع العدوية اللي انتوا 24 ساعة مسوين لنا هالشكل رابع العدوية رابع 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 كان دائما يروح يزورها ويتلقى منها ومدرشين وهذا ميدان رابع العدوية اللي في مصر ليش يمسمينه على اساس رابع العدوية هاي الصوفية أو المتصوفة سفيان الثوري أيضا من أهل التصوف عندهم يعني يسمى هكذا بمعنى التصوف القديم فكان دائما يزورها يذهبوا بنا إلى هذه المرأة الصالحة نسمع منها كذا هذا إمامكم يقول الصبر غير هذا ما عندك مو تروح لي إلى قطر تأخذ لك شمفلس تروح تسوي لك فضائية شهر بالسيسي ليل ونهار وتتمسخر على السيسي ليل ونهار هذا عمل مخالف للسنة هذا عمل مخالف لأصول اعتقاد السنة أنتم لا إيمان لكم لا قول ولا عمل ولا نية لا ينفعكم كل هذا إلا تصبرون على السيسي فقط كان مفروض تصبرون من أول يوم تجون تبايعون السيسي مثل ما كان قبل ليش ما عملتم أنتم على حسب أقوال أمتكم ووفرتم على البلاد والعباد هاي المنازعات والفتن والمشاكل والدماء والمصايب ارجووا إلى اعتقاداتكم شنو أنتوا رافضة؟ إذا كنتم رافضة نقول لكم حق أما سلوكك رافضي واعتقادك بكري شلون يصير؟ مثل ترامب يصلي والصبر تحت لواء السلطان لازم توقف تحت لواء السيسي هذا السلطان الجائر تقف تحت لوائه وتقبل يديه وقزمتيه ويتقول أنت إمامي وهذه بيعتي لك حتى لا أموت ميتة جاهلية هذا هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل ترجمة نانسي قنقر